اليوم العالمي للمرأة تحتفل النساء فكل عام باليوم العالمي للمرأة حيث تستعرض كل امرأة إنجازاتها التي حققتها وتضع خطة جديدة للأهداف التي تحلم بتحقيقها العام المقبل كما تحتفل المؤسسات المختلفة بهذا اليوم لكن لا يعلم الكثيرون من أين جاءت فكرة الاحتفالية اليوم العالمي للمرأة هذا ما نتعرف عليه فالتقرير التالي لماذا نحتفل باليوم العالم للمرأة؟ احتفل العالم لأول مرة باليوم العالمي للمرأة فالثامن والعشرين من فبراير ألف وتسعمائة وتسعة تحديداً في مدينة نيويورك وبعد ذلك بعامين اقترحت الاشتراكية الألمانية لويز زيتس أن تصبح العطلة يوم يتم الاحتفال به كل عام من أجل الاحتفال بقضايا المرأة المختلفة والتي منها حق الاقتراع وذلك من أجل تعزيز المساواة فالحقوق للمرأة واحتفلت النساء بأيام المرأة العالمية الأولى بطريقة مختلفة عمن تحتفل به فالوقت الحاضر حيث كانت تحرس الكثير من النساء على تنظيم مئات المظاهرات فأوروبا ليطالبن بمنحهن الحق فالتصويت وتولى المناصب العامة وكانت من ضمن القضايا التي حاربت المرأة من أجلها التمييز على أساس الجنس فالعمل والتي كانت تطالب بإلغائها كل يوم عالمي للمرأة وفي عام 1917 ساعدت مظاهرات يوم المرأة العالمي في سانت بيترسبورغ بروسيا على بدء ثورة فبراير عندما صارت النساء فالمدينة مطالبات بإنهاء الحرب العالمية الأولى الاحتفال بيوم المرأة وفي عام 1917 كان يحتفل بيوم المرأة العالمي بشكل رئيسا في البلدان الاشتراكية وذلك بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان يوم الثامن من مارس يوم المرأة العالمي ومن هنا اكتسبت العطلة شعبية في جميع أنحاء العالم وباتت تحتفل به الدول بشكل سنوي من خلال استعراض إنجازات المرأة فالمجال التى المختلفة والبحث عن القضايا النسائية لإيجاد حلول لها